خبر عاجل وسريع الأهل يعلن رسميا عن تجديد تعاقد وليد سليمان لعب الفريق لمدة موسمين خبر يسعد كل الأهلوية بكل تأكيد خلينا أحرككم الخبر سريعا أعلنت لجنة تخطيط لقرى بالنادي الأهل تجديد عقد وليد سليمان لعب الفريق الأول لقرى تقادم بالنادي لمدة موسمين قادمين جاء أذلك بعد اجتماع اللجنة برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية زكريا نصف وخالد بيبو وحضور سيد عبدالحفيز مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات وبعد التنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في كافة الأمور التي جرت في إطار تقدير الأهل لأبنائه والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة خبر ريد وبالتالي إحنا كان عندنا أربع لعبين بتنتهي عقدهم مع نهاية الموسم دلوقتي أصبحت تلاتة فقد لسا فيش أي مستجدات لأحمد فتحي حتى الآن لكن للي إحنا كنا عارفين وقلنا لحضراتكم إن النهاردة كان أول جلسة أو الاجتماع كان من خلال أحمد فتحي ووليد سليمان فحضور الأسماء مسؤولي النادي الأهلي اللي إحنا قلناهم لحضراتكم والناتج حتى الآن هو تجديد تعاقد وليد سليمان فمبروك لوليد ومبروك على النادي الأهلي تواجد كمان لعيب بكمة وليد سليمان وخبراته خبر جيد لكل الجماهير الأهلوية خلونا رحل